هو طائر مميز ومختلف عن باقي أصناف الطيور شهرته واسعة جدا مقارنة بباقي أنواع الطيور فهو يقضي وقتا كبيرا من عمره في النقر على الخشب وتكوين بيته مرحبا بكم على قناة Arabic Geographic وهيا بنا نكتشف المزيد من المعلومات عن هذا الطائر المميز وقبل ذلك لا تنسى الضغط على زر اشتراك إذا كنت لازلت لن تشترك معنا في القناة نقار الخشب هو واحد من أشهر أنواع الطيور في العالم وهو ينتمي إلى عائلة الفأسيات هو مشهور أساسا وكما يدل على ذلك اسمه بالنقر على الخشب بحيث أنه من أهم الخصائص التي يشتهر بها منقاره الحد والطويل والذي ينقر به الخشب بشكل سريع ومتواصل وهذا أصل تسميته بنقار الخشب يوجد منه حوالي 180 نوعا منتشرة عبر العالم ما عدى المناطق القطبية الجنوبية وأستراليا وغينيا ومدغشقر يعيش نقار الخشب عادة في الغابات ذات الأشجار القديمة أو الميتة حيث أنها توفر له غذاءه من الحشرات والديدان وكذا الخنافس بحيث أنه يستعمل لسانه الطويل والذي توجد في مقدمته مادة تشبه الغراء لاستياد فرائسه لكن من الوارد جدا أن يتغذى نقار الخشب على الفواكه والمكسرات وذلك بحسب البيئة التي يتواجد بها أما فيما يخص أهم ما يميز شكل نقار الخشب فتبقى أهم ميزة على الإطلاق وكما سبق وذكرنا المنقار القوي والحد الذي ينقر به الخشب أصابع الأرجل أربعة تشبه الكماشة لسان طويل ورفيع مثل السلك عضلات الرقبة قوية جدا أرجل قصيرة لكنها قوية جمجمة سميكة ذيل صلب جدا ألوانه مبهجة وريشه خشن وجدير بالذكر بأن ذكور نقار الخشب تتميز بانتشار الريش الأحمر في رؤوسها بكثرة مقارنة بالإناث وأيضا فإن ألوان النقار الخشب مختلفة بحسب نوعه وجنسه فمنها الأخضر والبني والأبيض وغيرها من الألوان يتراوح متوسط أعمار طائر نقار الخشب بمختلف أنواعه من 5 إلى 11 عاما ثم يموت طول نقار الخشب عادة يتراوح بين 30 و50 سنتيمترا ووزنه يتراوح بين 250 و 350 جراما ريشه الخشن يساعده في الحفاظ على بقايا الخشب طول نقار الخشب متفاوت من نوع لآخر وأثناء النقر على الخشب يستخدم نقار الخشب ذيله الصلب في نفس الوقت مع أقدامه الصلبة وذلك لأجل تثبيت نفسه على الأشجار كما أن أصابع أرجله والتي تشبه الكماشة عددها أربعة بحيث أن اثنتان في المقدمة واثنتان في المؤخرة تساعده كثيرا على التعلق الجيد بلحاء الشجر لكن ما يحدث أثناء عملية النقر على الأشجار هو أن نقار الخشب يتعرض إلى صدمة كبيرة لكنه يقاوم هذه الصدمة بفضل آليتين لديه الأولى الأنسجة الليفية الواصلة بين الجمجمة والمنقار والتي تخفف من حدة الصدمة والثانية لسانه الذي يدور داخل الجمجمة ليتصل مع مقدمة الطائر هذه العملية الميكانيكية تساهم في تخفيف الصدمة الناتجة عن كل نقرة وهكذا تتناقص الصدمة التي تنتصها الخلايا الإسفنجية إلى أن تتلاشى كليا في النهاية بالنسبة للتوالد عند نقار الخشب فله خصوصيته أيضا فهو يبدأ أولا ببناء عشه عن طريق حفر ثقب في الشجر بواسطة منقاره بعدها يحفر ممرا طويلا عموديا حوالي 30 سنتيمترا وقد تستمر هذه العملية من 12 يوما إلى 17 يوما وفي أسفل هذا الممر تضع أنثى نقار الخشب بيضها والذي قد يتراوح عدده من 4 إلى 7 بيضات صغيرة حيث أن مدة احتضان البيض تتراوح قرابة الإسبوعين من جهة أخرى فإن ذكر نقار الخشب عكس أصناف عديدة من الطيور فهو يتزاوج عادة مرة واحدة فقط طيلة عمره وصغار نقار الخشب تولد بدون ريش وأيضا تولد وهي عمياء لا ترى بحيث يتشارك ذكر نقار الخشب مع الأنثى في الاعتناء بالصغار وجلب الطعام لهم ورعايتهم ويكتمل نمو الصغار بعد 25 أو 30 يوما فقط للأسف فأن نقار الخشب من الطيور المهددة بالانقراض نظرا لعدة عوامل حيث انقرضت بالفعل عدد من الأنواع ختاما نتمنى أن معلوماتنا اليوم في هذا الفيديو كانت مفيدة لكم وإذا استحسنتم الفيديو لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر إعجاب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد دمتم في أمان الله Arabic Geographic طريقك إلى المعرفة